قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن موازنة 2022 ستكون من دون عجز إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 71 دولارا للبرميل صالح أشار إلى أن عوائد النفط مقدرة في موازنة العام المقبل بـ 50 دولار للبرميل مبينا أن تماثل سقوف الإنفاق فيها مع السقوف المحددة في موازنة 2021 كفيل بتخليص الموازنة المقبلة من العجز إذا تخطط الأسعار مستوى 71 دولارا للبرميل